ربنا سبحانه وتعالى وهو الذي خلق الخلق ويعلم نفوسهم ويعلم ما يصلحها قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين تثبت تبين ما قال لك لا تسمع لا لكن لا تحكم لكن لا تقبل من أول وهلة فتبينوا لماذا حتى لا تصيبوا غيركم بجهالة يعني بهذا الظن الخاطئ ثم بعد ذلك يتبين لكم أنكم قد أخطأتم فيما عملتم فيما تصورتم فيما قلتم ولكن لا تساعة من دم لأن كثيرا من الأمور إذا وقعت يصعب رفعها إذا أسأت إلى إنسان إذا قتلته إذا آذيته إذا جرحت عرضه هذه أمور قد يصعب رفعها بل قد يستحيل رفع بعض هذه الأشياء كما في القتل ونحو ذلك فلذلك السبيل الوحيد ما هو أننا نتثبت أننا لا نستعجل اشتركوا في القتل